في الحلقة الخمستاشر ولي العهد متأكد ان البنت تسممت جايي كانت موافقة على كلامه ميون غيجين شايف ان البنت ملهاش قعداء قال لهم مين هيعمل فيها كده لكن فجأة بص الجرام قال ممكن تكون البنت اللي بتحبني هي اللي قتلتها قتلتها علشان تبعدها عني طبعا كلهم شايفين ان كلامه مش منطقي رجعوا وقال كلكم كنتوا عارفين ان الاسورة اللي في اديها شبه اسورة جايي عرفتوا انين التلاتة حاولوا يغيروا الموضوع وانهم عرفوا بالصدفة من ولي العهد قال لهم ولي العهد كده قريب مننا جدا وممكن يزل متخفي للسوق قال كمان ممكن يكون ولي العهد واحد فيكم انتو التلاتة بدأوا التلاتة يتوتروا وهو بقى تجنن فجأة قرب من جايي قال ممكن تكون انت ولي العهد قرب منها اكتر ومسك ايديها وبقى يترجوها انها تسامحوا على معاملته انه هو خادم كل ما يقرب جايي تبعد عنه ولي العهد كل اللي هم انه هو ما يمسكش ايديها قال سيب ايديه فورا وما تمسكش ايده مرة تانية ما تمسكش ايده ده مش ولي العهد واقف قدامه علشان ما يقربش تاني اللي جايي وميونججين فضل ركع قدامهم بيعتذروا ويطلب منه انه هو يسامحوا ولي العهد من اللقاء ده فهم ان المساعد هو جرام قال لجي ايه انت كده خلفتي القوانين واني لازم البنت تتسلم للدولة جايي عيطت قالت ملهاش مكان تاني تروحه وهي صديقتي الوحيدة ولما اثبت برأتي حاجب لها بيت تعيش فيه بسلام ولي العهد طبعا ضعيف كالعادة قدامها هو كمان حيخالف القوانين علشان يرديها في الوقت ده ميونججين شغل دماغه قال للخادم ايده شبه ايد البنات وانه هو فعلا مش ممكن يكون ولي العهد وفجأة قال ان الخادم ده بنت وانه هو اكتشف كده من تركيبة عظام ايده جرام طبعا استهزقت بيه ازاي يقدر يعرف من عظام الايد اذا كانت بنت ولا ولد مدت ايديها لي قالت له انا عظام ايدي ايه ولما مسك ايديها بعت فجأة قال لها عظامك انت كمان عظام بنت وان ده شيء غريب جدا وفجأة ما بقاش فاهم ايه اللي بيحصل في الوقت ده رجع تاني ولي العهد وجاي واللي اتنين مسكوا القسورة قدروا يعرفوا ان فيها مكان للسم واللي كان السبب انه سامم اهل جاي وبالصدفة البنت اشترت القسورة ووقع السم جوه اكلها وبكده تسممت هي كمان وماتت سونغون وصلت لبيته بنت عمه واللي بيجهزوها علشان تكون عروسة الولي العهد ولما سأل السونغون عن طباع ولي العهد قال لها ان هو هيعمل كويس جدا لانه انسان صالح ميونغجين وصل على بيته سأل بابا لو شاف الشامان اثناء التحقيق وان حقيقة عندها شعر ابيض بابا قال له اه ولما لقواه مجغول جدا مامتو شتمته وكانت عايزة تضرابه شافاه مجغول بأشياء تفه وعمره ما هيكون ليه مستقبل لكن ميونغجين بيحاول يفكر ويفك لغز القضية وبدأ يربط ان كل القضايا مرتبطة بولي العهد ولي العهد سأل جاي ايه لو مش هترجعي لسونغون هتعمل ايه بعد ما تثبيتي برقتك قالت حلاقي زوج مناسب لجرام وحعيش لوحدي بصت في عيونه وقالت في سرها حيكون مكان قريب من القصر علشان لما تقبى ملك اقدر اشوف الموكب بتاعك حتى لو من بعيد ولو في فرصة علشان اشوفك حمشي خمس تلاف ميل علشانك سألها وكان مستغرب جدا هتعيش لوحدك قالت له كل فترة هروح للمعلم كم علشان احل القضايا معي وهعيش بقية حياتي اساعد الاطفال للفقرة علشان يكتبوا لغة كورية طلبت منه لما يقبى ملك يقدم مساعدات للاطفال دول سألها ايه شكل البيت اللي عايزة تعيش فيه قالت له مش فارق معي حتى لو كان بسيط لكن اتمنى يكون قدامه شجرة مش مش سألها تاني لو عشتي لوحدك هتفكري فيها قالت له هفكر فيه كل ما تشرق الشمس يعني هفكر فيك كل يوم وهي بصت له وسألته لو هو كمان هيفكر فيها ضحك وقال لها كل ما شوف خادم جسمه ضعيف هفكر فيك وكل ما شوف خادم ما بيحترمش اللي قدامه هفكر فيك وكل ما شوف اي حد بيشتم برضو هفكر فيك اللي اتنين بصوا لبعض وضحكوا وعينوهم على بعض صاحب المطعم كل اول شهر بيشتري بضعا كتير جدا ويحولها البلد المتمردين وهو في الطريق الوزير وقفه سأله لو شافه قبل كده وهو توطر جدا والوزير اتلخبط وماقدرش يفكر هو شافه فين الملك قال لولي العهد انه هو هيجهز علشان فرحه وانه اختار ليه عروسة من عيلة هان قاله ان دي العيلة الوحيدة اللي هتقدر تحميك لما تقبى ملك وده لان ولقهم لينا طلب منه يكون حكيم ويتامم الجواز علشان مصلحة منصبه ولي العهد لما بقى في جنيحه مسك رسالة الشبح انه هيعيش مجنون بدون زوجة ولا اطفال طلع الاسورة اللي اشتريها الجاي وكان خلاص اخد قراره الملك ارسل للخدم حلوة بمناسبة نجاحهم في اختبار الولاء وجاي اول ما اخدت نصبها قررت ما تقولوش لوحدها في نفس الوقت ولي العهد قدام النهر رمى الاسورة بتاعتها ولما سأل المساعد ايه اللي اسموك رميته قاله رميت قلبي سأل الخدمة اخوك كبير قبل ما يموت لو جاله افكار تفها في دماغه بيعمل ايه قالت له اخوك كان بيبعد عن دماغه اي افكار تفها ممكن تبعده عن الحكم قال انا كمان لازم اكون زيه وايه فايدة المشاعر لو مش هقدر اعبر عنها وايه فايدة هدية وانا مش قادرة اديها للي بحبه قال كده كل حاجة انتهت وفي طريقه لجنيحه قابل سونغون وعرف ان جاي كانت مصابة في رجليها سونغون قاله الخادم كان حيتجنن عليك لما افتقر ان انت موت وفضل يدور عليك برجلي المصابة في الوقت ده جاي دخلت جناح ولي العهد كانت متحمسة جدا بتجهز نفسها علشان ولي العهد يقولها معاها ولما دخل ولي العهد خبتها تحت الترابيزة وهو اول ما شافها افتقر لما سألها لو انت اتجرحتي في جسمك وهي انقرت انها مجروحة قال له هو غطبان جدا ليه مجهستيش الحبر قبل ما ادخل قالت له حالا وبدأت تجهز فيه لما حست ان هو غطبان سألته لو الملك قالك حاجة دايقتك وهو كان متعمد يوصل لها الخبر قال لها اكلمني عن جوازي للحظة اتوترت فعلا ولما سألها كنتي عايزة تقوليلي حاجة قالت في سرها ايه فايدت ان اقولك على مشاعري وانت بتجهز علشان تتجوز كان عصبي جدا قال لها ليه رجليك تصابت وما قلت ليش بتحاول تقوله مفيش داعي تقلق علي انا كويسة قال لها الموضوع ان انت جذبتي على ولي العهد وهي قالت له ازاي تكلم عن اصابة بسيطة في رجليه وانت كنت بتموت كملت كلامه وقالت له من وقت ما دخلت بتحاول تصطاد ليه اخطاء من الماضي وقفها وقال لها لما تكلم عن خطأ انت عملتيه لازم تعتذري وحتى نسيتي تجهز الحبر بيبصي لها وهي طبعا ما اعتذرتش قال لها كنت متأكد ان انت عمرك ما تعتذري وهي رفعت كم ايديها وهي عصبية جدا للحظة رجع لورا وكان خايف منها قالت له قلتلي اجهز الحبر انت بقى امسك فرشتك وكتب بيبصت نحية تانية وعايز يضحك عليها فعلا سمع كلامها ومسك الفرشة وهي وقعت الحبر على ايده بصت له وتوترت جدا قربت علشان تمسح ايديه وهو قدام لمستها بيضعف جدا لكن بعد عنها فجأة قال لها طلعي برا فورا وهي بصت له وافتكرت الاكل لتحت الترابيزة واعترضت على امره قالت له لازم اكون معاك دلوقتي قالت له بس وجودك مش مريح ليا قالت له مش فاهمة ليه وجودي مش مريح دلوقتي قال لها لانك بتتكلمي كتير وعنيدة وبسببك دايما بقرر كلامي وما عنديكيش اي اخلاص في خدمتي ولما قالت له بس ده مش عدل قال لها حتى اخلاق السيدات انت بعيدة عنها بتشربي وبتشتمي وكمان بتحبي واحد في السر واخر حاجة قال لها روحي لخطيبك وعيشي معاي كانت متضايقة جدا قالت له انت النهاردة مسرة على جرحي بدون سبب قالت له لو في حاجة تانية عايز تقولها كان عايز يكمل الهجوم اللي بدأوه لكن لما بص في وشها مقدرش يكمل بص النحية التانية وكمل كلامه قال لها البص في وشك مش مريح ابدا اضغازت منه جدا قالت له دلوقتي شايفني قبيحة وكملت كلامها وهي حزينة جدا قالت بين الراجل اللي انا بحبه بيكراني فعلا وهو قطح في الكلام وقال لها خلاص اطلعي برا فورا المرة دي اضطرت تسمع الكلام لكن رحت على القتل ولما طلعته من تحت الترابيزة قالت له مسكت نفسي بالعافية علشان ما كلهوش لوحدي كنت عايزة اشاركك فيه لكن دلوقتي انا مليش نفسي اكل وانت استمتع بوجبتك لوحدك زيل جدا لما لقاها بتقول كده وكان هيضعف قدامها لكن ما عندوش حل تاني غير ان هو يسكت وسبها تخرج وهي رجع تنظف وكل الكلام اللي قاله مش بتفكر فيه كل اللي شغلها ان هو حيتجوز حزنت جدا لكن هو كان حزنه اكبر منها بعد اللي عملوا معاها قعد مع الحارس الشخصي بتاعه طلب منه يلاقي بيت جميل اللي بنت هتعيش لوحدها قاله عايزه بيت من دورين الدور اللي فوق للسكن ويكون امان جدا والدور اللي تحت مدرسة لتعليم الاطفال كمل كلامه وقال عايز يكون ليجنينة جميلة وفيها شجرة مشمش ولو ما فوش شجرة مشمش ازرع شجرة قدام البيت وقاله اهم حاجة شوف سكان الحي لازم يكونوا كويسين علشان سيدة هتعيش لوحدها هناك في الوقت ده جاي مجغولة بالاسورة والشاب اللي انطحر واللي كان متعمد يقتل عيلتها وان هي ناجت بالصدفة لانها مأكلتش من نفس الاكل فهمت ان هو كان بيرتب للحدثة دي من فترة لكن مكنتش عارفة ايه السبب في الوقت ده ميونيجين بدأ يشغل دماغه مرة تانية وقدر يوصل ان الخادم فعلا بنت وانها كمان جي اي الهربانة وقدر يعرف ان الباحث هو ولي العهد والاتنين خدعوهم ولما دخلت جرام لقيته مجغول جدا وهو طلب منه يبص على الاسماء ويشوف هيكتشف ايه وهي بمنتهى البساطة اتكلمت عن تفاصيل الحادثة بصلها وقدر يعرف انها هي كمان بنت وفي اللحظة دي فيه منها الخادمة جرام اللي هربت مع سيدتها جاي سأل عرفت منين المعلومات دي جرام اتوترت جدا وهربت من الاجابة وبعد كده قالت له ان الخادم جو هو اللي قالها في اللحظة دي اتأكد من كل تخميناته واللي بقت حقيقة قدامه الخادم هو جاي والباحث هو ولي العهد والخادم بتاعه هي البنت جرام دحك من قلبه لما بدأ يفهم مستشار الدولة وقف جاي بدأ يضايقها بالكلام انها شطرة جدا في خدمة ولي العهد دحك وقال اكيد بدأت تحبه ولما مشت اتأكد خلاص انها جاي طلع صورتها وقال اللي رسم الصورة دي فاشل جدا وبسببه محدش قدر يتعرف عليها وهي وسط الخدم طول النهار الامير الزغير في حالة اكتئاب بعد ما شاف الشمان واللي كانت بتموت وتوعدت للعيلة انها تنيع عليهم رفض الاكل وبدأ يشوف حاجات قدامه مش حقيقة ممتو اخته بيحاول يهدوه لكن هو شاف قدامه اخوك كبير وليه العهد اللي مات الامير قال ما كنتش قصدي ننقتلك ممتو بتبصره مش فهمه بيقول ايه وهو كمل كلامه وقال ما كنتش اعرف ان عندك حساسية من الخوخ ولو كنت اعرف ما كنتش دتهالك علشان تكلها ممتو وقفته على الكلام فورا قالت له ايه وعد قول كده تاني حتتسبب في موتك لو حد سمعك وفي اللحظة دي دخل عليهم الملك والملكة كانت بتبص عليه وتتمنى ان هو ما يكونش سمع كلام ابنه الحارس نفس كلام وليه العهد جاب بيت جميل من دورين وقدامه شجرة مش مش وليه العهد كان سعيد جدا وتخيل الشجرة وهي كبيرة بصوا قدامه وتخيل جي اي وهي جانت جميلة جدا وهدية وبتعلم الاطفال زي ما بتتمنى افتكر كلمتها انها هتفكر فيه كل مرة تشرق الشمس في البيت يعني هتفكر فيه كل يوم ابتسم وقال انا كمان هفكر فيك هفكر فيك كل يوم وكل ديئة كل ما روح للمكتبة هفتكرك كل ما هبدأ في الاكل هفتكرك كل مرة هدخل قطي واعد على كرسي هفتكرك وكل مرة اشوف خادم جسمه ضعيف هفتكرك وكل مرة هدخل القصر برضو هفتكرك قال لو عشتي في البيت دا لوحدك انا كمان هكون وحيد جوه قصري ومش هيكون معي حد تتكلم معي وما فيش حد اعتمل عليه ولا قصق فيه اختفت من قدامه وهو قال مين هيخليني اضحك من قلبي لما انت ما تكونيش معايا في الحلقات الجاية هنشوف الكل لما خلاص يعرفوا انها بنت وانها مش خادم ولما الخبر يوصل للملك هيعمل ايه والأيام الجاية هتكون الأصعب فعلا على قلب ولي العهد لما خلاص البنت تقرب من إثبات برائتها ويتطر هو يبعد عنها لكن العنيدة جدا هل هتستسلم فعلا هتسيبه ويتجوز من غيرها وحترض انها تكمل حياتها وحيدة من غيره ولا هتظهر مفاجأة هتغير مصرهم هما الاتنين المفاجأة اللي هتغير قرار الملك ان هو يجوز ولي العهد